المساء من سكاينيوز عربية مع روبير النخلة جهود سعودية متواصلة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ورفض حملات تدويل الملفات رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية دكتور بندل عيبان عرض أمام مجلس حقوق الإنسان في جناف المنهاجية السعودية التي تطبقها المملكة من أجل تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان مع الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة وأكد العيبان أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة لحل قضية مقتل السحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باستنبول مجددا رفض المملكة لأي محاولات لتدويل القضية ونظرا لما تمثلانه من مساس بسيادة المملكة العربية السعودية وتدخل في شأن من شؤونها الداخلية يتمثل في ولايتها القضائية مما يتعارض بشكل صريح مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية وفي هذا الصدد فقد شرعت النيابة العامة بالتحقيق فيها حيث كفلت الجهات المختصة بجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام بدأت المحكمة في عقد جلساتها حيث عقدت حتى الآن ثلاث جلسات حضرها المتهمون مع محاميهم وما زالت جلسات المحاكمة للمتهمين مستمرة وفقا للإجراءات المقررة في الأنظمة المرعية وينضم إلينا من جناب رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية دكتور بندر بن محمد العيبان أهلا بك دكتور عبر سكاينيوز عربية اليوم هذه الإحاطة وهذا البرنامج الذي عرضته في جناب أمام هذه الهيئة يعني يقدم رؤية واسعة ولسنين طويلة بدأت المملكة على تطبيقها وتنفيذها عبر نشرات دورية اليوم ما أهمية هذه الإحاطة وهذا البرنامج أولا أشكر الأخوة في سكاينيوز على هذه الاستضافة تأتي هذه الإحاطة اليوم من أجل الإجابة على ما قدم للمملكة من توصيات أثناء الاستعراض الدوري الشامل الذي عقد في نوممبر 2018 ويأتي هذا الاجتماع اليوم وهذا العرض لإعلان قبول المملكة بتوصيات التي قدمت لها وتسبيب عدم قبول بعضها في هذا الإطار وفي إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل تأتي هذا الاجتماع اليوم أهمية اليوم هذه الإحاطة بأنها تعمل على رفع القدرات الوطنية وهذا ما تطلع إليه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خطة 20-30 واليوم ما قدمته هو دراسة مفصلة وموسعة نتابع عبر الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية هذه البرامج المكثفة والتي تنظر إلى هذا المجتمع وإذا الحداثة ألي تذهب إليها السعودية لا شك أن المملكة العربية السعودية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسموه ولي العهد الأمين صاحب السموه الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يقوماني بالتأكيد دوما لكل أجهزة الدولة على أهمية أن تأتي حقوق الإنسان في الأولوية أثناء تطبيق رؤية 20-30 هذه الرؤية التي تبني للمستقبل التنمية المستدامة للمملكة وفي إطار هذه التنمية المستدامة تأخذ معايير حقوق الإنسان كأولوية لتنفيذ هذه البرامج التنموية ولذلك يأتي هذا التأكيد اليوم ليؤكد أن المملكة العربية السعودية تؤكد على نهجها المنبثق من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة أثناء تعاملها داخليا وخارجيا وفيما يتعلق بحقوق الإنسان فمعايير الدولية التي لا تختلف ولا تتعارض مع أحكام الشرعية ومع أنظمة المملكة السائدة هي محل الترحيب والتأكيد في كل مناسبة نقاط كثيرة اليوم هذه الإحاطة التي قدمتها مع هذا الفريق أيضا الذي قدم جهود طوال الأشهر الماضية هناك اتفاقيات هناك مكافحة إرهاب مواجهة أيضا الحملة التي تتعرض إليها المملكة أو بين مزدوجين هناك من يسعى لتشويح هذه الصورة أو لقلب الحقائق اليوم تقدمتم بهذه التوصيات وبكلام واضح وصريح ويحمل الكثير من الجرعة المملكة دائما مواقفها واضحة وتعلنها على الملأ وفي كل فرصة على المستوى الدولي أو الإقليمي هي مع السلام ومع حقوق الإنسان ومع التنمية المستدامة التي تنفع الشعوب التي تبني التي تؤصل لمجتمع قائم على العدالة والشفافية والمساوات ولذلك فهذه الجهود المتواصلة من المملكة العربية السعودية على المستوى الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم للجهات التي تحتاجها من خلال الإسعاف وقت الكوارث أو الهبة لمساعدة لاجئين أو مساعدة محتاجين تأتي في إطار هذه السياسة الداعمة من المملكة لكل محتاج بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو من أين هم ومن مختلف أقطار العالم وبالتالي تأتي كل ما تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية بدون شروط وإنما الشرط الوحيد أن تصل إلى المحتاج أما فيما يتعلق بالتنمية داخل المملكة فهي مبنية كما ذكرت على أسس ونهج واضح مبنية على خطط ودراسات أساسها خدمة المواطن السعودي والمقيم السعودي ومن والمقيم في المملكة العربية السعودية ومن يأتي كشريك للبناء والإفادة للإنسانية في كل مكان سأبدأ معك بالنقطة الأخيرة وهي القدرات الوطنية الداخلية يعني جزء كبير من هذه الخطة تطرق إلى رفع القدرات الوطنية جهود المملكة واستمرارها بتنمية الوعي داخل المجتمع السعودي وهي نقطة بالغة الأهمية وتدخل أيضا ضمن خطة 20-30 وقد بدأ التطبيق منذ أكثر من عام نعم في الواقع رفع القدرات الوطنية أحد الأسس التي تقوم عليها خطة 20-30 وأحد جوانب المهمة في استراتيجية المملكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومن هذا المنطلق قامت المملكة بالتوقيع على مذكرة تعاون فني مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي بموجبة تتعاون المملكة بإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل لرفع القدرات بما يؤحل أصحاب العمل والمسؤولين ومنفذي القانون للقيام بأعمالهم في إطار منهجه حماية وتعزيز حقوق الإنسان وهذه المبادرة بدأت وانطلقت من عام 2012 وهي مستمرة وحققت حتى الآن ما يقارب خمسين برنامجا لتعزيزه ونشر حقوق الإنسان في المملكة ومساعدة كل من يحتاج في هذا الإطار لرفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان وتعزيزها والتعاون أيضا في هذا الإطار على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي تحديدا هذه النقطة الشعوب التي تعاني من أزمات وحروب التي تتعرض أيضا لهجمات لجماعات متطرفة لميليشيات هذا الدور الكبير الذي تطلع بها أيضا المملكة السعودية منذ أكثر من نصف قرن في ضبط حروب المنطقة في إغاثة ومساعدة أعداد كبيرة من المواطنين وصولا حتى إلى ميانمار وليس فقط في الوطن العربي وهذه هي أهمية الإحاطة والخطة التي قدمتها المملكة أيضا وفي هذه الإحاطة اليوم قدمت برنامج موسع لما تقوم به في مختلف الدول العربية وكما أشرت وصولا حتى إلى دول بعيدة نعم في الواقع المملكة قدمت في الثلاث عقود الماضية ما يقارب الثمانين مليار دولار لمساعدة الكثير من دول العالم في جميع أنحاء العالم ومن خلال برامج تنموية مساعدة قروض ومساعدات ومشاركة في تنمية العديد من دول العالم وفي تقديم المساعدة أثناء الكوارث ولعل ما ذكرناه اليوم فيما يتعلق باليمن والفترة الأخيرة فقط أكثر من 13 بليون دولار وفي مؤتمر المانحين قدمت المملكة 500 مليون دولار للأشقاء في اليمن ومساعدات المملكة تتعدى الأشقاء والقريبين والمنطقة التي نعيش فيها إلى مناطق أوسع وإلى أن نكون بالفعل عضوا نافع ومساهمة فعالة في الأسرة الدولية كلما كان ذلك ممكنا لتقديم المساعدة وهذا ما يتم في أغلب الأحوال أن المملكة لا تنتظر عندما تحون ساعة الحاجة لكثير من دول العالم فهي تتقدم وهذه التوجيهات التي تصدر من القيادة في المملكة العربية السعودية ليست مشروطة بأي شكل من الأشكال عندما تقدم المساعدة الإنسانية للإنسان في أي مكان يبقى دور القضاء السعودي الذي ينظر إلى كل الملفات التي تقدم أمامه كان لكم أيضا اليوم موقف حاسم قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي تترقتم إليها بكل وضوح في رد على كل التوصيات السابقة وهذا أخذ أهمية اليوم في كلمتكم هذا صحيح المملكة العربية السعودية تؤكد دائما أن قضاءها سلطة مستقلة يمارس سلطاته المقررة شرعا ونظاما والمتوافقة مع معايير الدولية للسلطة القضائية واستقلالها تتوفر كل معايير الشفافية والنزاهة والعدالة في هذا القضاء وبالتالي القضاء في المملكة يمارس سلطة الشرعية والقانونية بمعزل تماما عن أي مؤثرات أخرى وبكل نزاهة وحيادية ولذلك فإن المملكة مطمئنة إلى سير العدالة في قضائها لكل من يتهم بأي قضية أو يذهب إلى القضاء في المملكة لأن الهدف المنشود هو العدالة والمساواة أمام القضاء للجميع دكتور بندر بن محمد العبان رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية كنت معنا مباشرة من جناب شكرا جزيلا لك